بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجاهزة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز مدرسة على الهواء طبعا احنا في الصف الثالث بندرس مواد التخصص بتاعتنا الخاصة بالنظام الثلاث والخمس سنوات بالنسبة للقديم طبعا انتم عارفين دلوقتي ان فيه نظام جديد للتعليم اللي هو نظام الجدرات فاحنا بنستكمل مع بعض دراستنا الخاصة بالصف الثالث او مواد التخصص الخاصة بالصف الثالث لتخصص الملابس الجاهزة على النظام القديم المتماشي مع الثلاث والخمس سنوات مع بعض احنا في حلقتنا النهاردة بندرس مع بعض مادة مهمة جدا من مادة من مواد التخصص وهي مادة الرسم الفني او الباترونات او النماذج زي ما احنا عارفين استكلمنا عنها في حلقتنا اللي فاتت وعرفنا ايه المقصود بكلمة القياسات ويعني ايه المقاسات ويعني ايه الجداول القياسية وايه الفرق بين المقاسات والرموز اللي موجودة في الجداول القياسية عرفنا برضو ازاي نقدر ناخد القياسات الشخصية لفرض معين خاصة طبعا اللي هي خاصة بجسم المرأة لان مقررنا السنة دي بندرس مع بعض ملابس النساء او الملابس الحريمي اتكلمنا مع بعض برضو ازاي اقدر استخرج مقاس خاص بي انا او خاص بالفرض اللي قدامي او الشخصية اللي قدامي ازاي اطلع مقاساتها او مقاسات بتناسبها من الجداول القياسية كل الكلام ده اتكلمنا عنه في حلقاتنا اللي فاتت وعرفنا نوعيات الجداول اللي قياسية اللي بتستخدم في مصانع الملابس الجاهزة وساعتها اتكلمنا وقلنا ان هي اللي بتعتمد على الاطوال سواء كان قصير القامة او متوسط القامة اللي هو العادي او المعتدل وطويل القامة ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض في حلقتنا اول باترون من الباترونات اللي هندرسها مع بعض في الصف الثالث وهو الخاص بالكورساج الحريمي وطبعا احنا عرفنا يعني ايه كلمة كورساج درسناه مع بعض او شفناه مع بعض في سنة تانية لما اتكلمنا عن ملابس الاطفال وعرفنا ان هو الجزء العلوي من الجسم بيبدأ معايا من منطقة الرقبة لحد الوسط مثلا او لحد منطقة الارداف وبرضو كنا اتكلمنا عنه او نوهنا عنه في حلقاتنا اللي فاتت ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض ونرسم الكورساج طب الكورساج ده هيمثلي ايه او هيفدني في ايه قلنا هيمثلي وهيفدني في رسم البلوزة او الفستان او الجاكت الحريمي فهو بيبقى البيزيك الخطوات الاساسية اللي احنا بنرسمها وعليها بنتم وضع الموديل على الباترون بعد كده على حسب التصميم اللي احنا بنختاره زي ما هنتدرب مع بعض بعد كده تمام هنتكلم بعد كده ان شاء الله يعني في حلقاتنا القادمة باذن الله لما نيجي نحط التصميم بتاعنا ازاي نقدر نعمل عملية اعداد للمنتج بتاعي او الباترون بتاعي ازاي اقدر اعمل عملية التعشيق ازاي نقدر نعمل تدريج لموديل واحد اعمل منه المقاس الاجبر والمقاس الاصغر وهكذا خلاص هنبدأ مع بعض ان شاء الله دلوقتي اول باترون معانا وهو الكورساج الحريمي وزي ما اتفقنا انه هو بيخص الجزء العلوي لجسم المرأة بيبدأ من الرقبة لحد منطقة الارداف تمام هنشوف مع بعض ايه القياسات اللي احنا محتاجينها عشان خاطر نرسم هذا الكورساج مع بعض هنشوف كده مع بعض ده الشكل اللي احنا هنوصله في الاخر ده الشكل الطبيعي والنهائي للكورساج مع التلوين وكتابة البيانات هيكون بالطريقة دي طيب المقاسات المطلوبة عندنا هي ايه محيط الرقبة اربعين واربعة من عشرة محيط الصدر مية واثنين من عشرة محيط الارداف مية وسبعة اسفة طول الكتف 13 وملي طول الظهر واحد واربعين ونص طول الجنب واحد وعشرين ونص عمق الابت اتنين وعشرين ونص عرض الصدر وناخد بالنا ستة وتلاتين ونص عرض الظهر سبعة وتلاتين وتمانية من عشرة وحجم بنسة الصدر تمانية وتمانية من عشرة هنيجي نشوف مع بعض الخطوات الاساسية بتاعتنا اللي هي الخطوط اللي احنا هنستخدمها سواء كانت خطوط طول او خطوط عرض اللي هي بتحدد لي عرض وطول الباترون بتاعي اول خطوة عندنا بيقول لي من نقطة صفر هننزل خط عمودي الاسفل وخط اخر جهة اليمين بدون قياس طيب نشوف الشكل بيبقى ازاي اهو زي ما هو قدام حضراتكم اهو هننزل من نقطة صفر من على اليسار لاسفل وخط تاني جهة اليمين طيب تعالوا نرسم الكلام ده مع بعض كده اهو في الرسمة بتاعتنا نطبق طبعا احنا جايبين معنا ومجهزين معنا المصطرة بتاعتنا زي ما احنا متفقين المصطرة اللي هي عليها الخطوط المربعة وقلنا دي فايدتها ان هي بتساعدني في ان انا اقدر اصبط زوايا الباترون بتاعي ومايبقاش فيه خط مائل عن الخط التاني وده بيسهل علي الوقت والمجهود بدل ما اعود قئيس من كل اللي اتجاهت نفس المقاس فانا مجرد ما بزبط الام المصطرة دي على القلم الاساس اللي انا برسمه بتبدأ بعد كده كل الخطوط تبقى زوايا قايمة ومايبقاش فيه ميل في الباترون بتاعي ولا الابعاد بتاعته بتكون متغيرة طبعا احنا بنرسم بالقلم الرصاص بتاعنا بتبقى خطوطنا خفيفة مش هننحط في الورقة عشان لو غلطنا نقدر نمسح وزي ما احنا عارفين قبل كده في سنة اولة وسنة تانية بنكمل بعد كده ونلون الخلف باللون الازرق والامام باللون الاحمر طبعا بالالوان الخشب بتاعتنا وبرضو بتكون خطوطنا خفيفة البيانات بتاعتنا لما هنيجي نكتبها زي ما شفنا في بداية حلقتنا في الباترون البيانات لازم تكون داخل خطوط الباترون ما تبقاش برا منه لان احنا لما هنيجي نقص على الخطوط اللي احنا ملونينها لان الخط الملون هو اللي بيمشي عليه المقص لما هنيجي نقصها هتبقى البيانات مرمية برا لكن لو البيانات مكتوبة جوه حدود الباترون هتفضل البيانات موجودة معايا لما نيجي نقص هنتعرف على الكلام ده وهنشوفه مرحلة مرحلة مع الشغل بتاعنا احنا بس بنأكد عليه مش اكتر نبدأ مع بعض ونرسم هنحط نقطة صفر على جهة اليسار زي ما احنا متفقين اهو تمام كده هنوزبط البرقة هي قدام حضراتكم طبعا بنكتب صفر هنا علشان خاطر ما انتهش من بعض هننزل بيها خط عمودي لاسفل طبعا بدون قياس اهو وخط اخر جهة اليمين برضو مع ضبط اقلام المصدر على الخط الجديد اللي انا شديته بدون قياس برضو جهة اليمين بالطريقة دي خلاص دي اول خطوة معنا طيب الخطوة التانية نشوفها كده مع بعض القانون بيقول لي من نقطة صفر اللي حضرتك لست رسمها لنقطة واحد دي الاسفل هتكون واحد ونص سنطي الاسفل طيب احنا عارفين ان احنا مقياس الرسم بتاعنا بما ان احنا بنشتغل على مقاسات حريمي او مقاسات رجالي يعني احجام جسم كبيرة فبيبقى مقياس الرسم بتاعنا واحد الاربعة يعني اي رقم لقانون الناتج بتاعه بيطلع لي بقسم على الاربعة عشان يصغر حجم البطرون بتاعي ده عكس لما كنا بنشتغل في السنة تانية في الاطفال احجام الاطفال كانت بتبقى صغيرة فبناخد مقياس الرسم بتاعها واحد الاثنين يعني كن اي ناتج بيطلع لي من القانون كنا بنقسم على الاثنين علشان خاطر البطرون يبقى حجمه مناسب معايا واقدر اشتغل عليه الاطفال كده كده حجمهم صغير فالبطرون لو اسمته على الاربعة هيطلع اصغر ومش هعرف اتعامل معاه خلاص كده يبقى مع فرق الحجم المقاسات او البطرونات الخاصة بي المرأة والرجل بنعمل مقاس الرسم بتاعها واحد الاربعة خلاص طب انا هنا ايلي من نقطة صفر لنقطة واحد اللي احنا هننزلها دي سابت معايا لاي مقاس مقدار واحد ونص سنت واحد ونص سنت ده بالمقاس الطبيعي بمقاس الرسم زي ما هو قال لي اربعة من عشر طب تعالوا نشوف الرسمة بتاعتنا هتكون ازاي زي ما هي هتظهر معانا دلوقتي اهو هنقول من الصفر لاسفل اهو نزلنا اربعة من عشر ميلي وحطيت نقطة واحد وشديت منها خط بالعرض صغير بدون مقاس طيب تعالوا ننفذ الكلام ده بقى سوا مع بعض اهو في الرسمة بتاعتنا اللي احنا هنشتغلها ادي نقطة صفر اللي احنا شغالين عليها هنزل لاسفل اربعة ميلي طبعا اللي هي في الاساسي واحد ونص اهي سميتها رقم واحد وهشد منها خط بالعرض بدون قياس برضو خط عرض كبير لاخر البترون لا خط عرض صغير وزي ما اتفقنا نصبه تقلام المصطرة بتاعتنا زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم كده بطريقة دي اه حاجة تانية عايز اكد عليها لو سمحت احنا مش هنحفظ الارقام او النواتج اللي بتظهر معانا احنا بنحفظ او بنركز مع بعض في القوانين يعني انا بجيب الخطوة دي ازاي مش الناتج بتاعها كام وهو ده اللي احفظه وارسم بالارقام دي لا طب ليه الكلام ده لان انا لو حبيت ارسم مقاس ليا خاص بيا انا فالقياسات هتتغير حبيت ارسم لاختي حبيت ارسم لجارتي حبيت افتح مشروع بعد كده ان شاء الله خصوصا لما سنة تالتة نظام التلات سنوات يعني احنا في الدبلوم ممكن نخرج يبقى فيه مشروع نشتغل فيه فمش هيجيلي المرأة اللي هجيلي مش هكون كلهم مقاس واحد هي المقاسات بتتغير فبناء على المقاسات الارقام هتتغير تمام كده فاحنا بنحفظ الخطوة او بنركز مع بعض الخطوة دي بتيجي ازاي القانون بتاعها ايه خلاص كده لكن مش بحفظ الرقم انهائي كمان ده اكيد لان في الامتحان مش لازم يجيلي بنفس الارقام دي او بنفس القياسات دي هو هيغير فأيبقى انا مضربش لخمة ابقى عارف انا مجرد ان انا حافظ القانون هعوض باي ان كان الارقام اللي هتجيلي خلاص كده طيب نكمل مع بعض ونشوف الخطوة اللي جاية والجديدة هتكون ازاي القانون بيقول لي نركز بقى مع بعض من نقطة واحد لنقطة اتنين يعني النقطة الجديدة اللي حضرتك لسه رسمها دي هننزل لتحت القانون بيقول لي ايه عمق القبط زائد نص سنطي عمق القبط ده موجودة عندي في المقاسات اتنين ونص سنطي طيب النص سنطي الزيادة ده اللي احنا هنزوده ده للراح طيب النص سنطي ده سابت معي في اي مقاس او سابت معك في اي مقاس يبقى اتنين وعشرين ونص زائد النص يبقى تلاتة وعشرين سنطي بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسمة هيكون كام لما هقسم على الارباع يديني خمسة وتمانية من عشر طيب نشوف به ترسم ازاي اهو اللي من نقطة واحد اللي احنا لسه رسمينها اهو هننزل لاسفل اللي هو عمق القبط زائد النص سنطي وسميها رقم اتنين وشد خط عرض جهة اليمين بدون مقاس خلاص تاني بأكد على حضرككو عشان فترة الاجازة اللي احنا قعدناها لنكون يسينا الطريقة بترسم ازاي انا مش هنزل من واحد لتحت اتنين سنطي لأ رقم اتنين ده رقم بنسمي به الخط عشان نعرف بس لكن المسافة اللي هنزلها قد ايه هي عمق القبط زائد النص سنطي انا بنزل مسافة القانون مش مسافة الرقم اللي انا بقولك من واحد لاتنين خلاص كده يبقى احنا حسبت القانون بتاعي بيقول لي عمق القبط زائد النص سنطي الرقم اللي اطلعلي اللي هو كان تلاتة وعشرين سنطي 23 سنط دي هي دي المسافة اللي انا بنزلها لو في الحجم الطبيعي بنزلها زي ما هي لو بمقياس الرسم هننزل زي ما احنا اسمناها على الاربع انا بسمي بس النقطة اللي انا نزلتها دي هي دي اللي بسميها رقم اتنين خلاص طيب انت اعالوا بقى مع بعض نرسمها كده نشوف اهو من نقطة واحد هنزل لاسفل اهو بنسى خالص الصفر انا بليش دعب الصفر بحط صفر المسطرة هو اللي عند رقم واحد في الرسمة بتاعت اتفقنا هننزل قد ايه بمقياس الرسم خمسة وتمانية من عشر اهو خمسة وتمانية من عشر وسميتها رقم اتنين وهشد منها خط بالعرض زي ما احنا عارفين طبعا لازم يكون مظبوط فبنظبط اعلام المسطرة بالطريقة دي تمام كده طيب الخطوة اللي بعديها او القانون اللي بعده بيقول لي برضو هنقس من نقطة واحد لنقطة خمسة نقطة واحد لخمسة طول الظهر طيب طول الظهر بدون زيادات اه بدون زيادات طب طول الظهر ده هيفيدني في ايه هيساعدني في ان انا حدد خط الوسط طول الظهر زي ما احنا اخدنا في المقاسات بتاعتنا بيتقاس من اه عضمية الرقبة اللي موجودة وراء لحد منطقة الخسر او الوسط اللي احنا قلنا هنربط شريط حواليه اللي هي اقل منطقة في الجسم فالطول ده مش هيزيد هو ثابت معي بحدد عليه الاصاط بحدد عليه ايا كان الموديل اللي هيكون معي المهم ان هعمل عليه التكسيم زي ما هنشوف بعد كده المهم ان ده هيساعدني وهيحدد معي خط الوسط طيب القانون بيقول لي طول الظهر طب طول الظهر كان موجود في المقاسات اللي احنا اخدناها في الاول عندي كام زي ما هو موجود معنا اهو واحد واربعين ونص واحد واربعين ونص ده بالمقياس الطبيع او بالمقاس الطبيع تعالوا نحولوا المقياس الرسمة لما هقسم على الاربعة هيديني عشرة واربعة من عشر يبقى تاني طول الظهر في المقاسات واحد واربعين ونص هقسم على مقياس الرسمة هيبقى عشرة واربعة من عشر طب تعالوا نشوف شكل الرسمة هيكون ازاي اهو اه دي من نقطة واحد اللي هي بالنسبة لي هتبقى الجزء اللي هحدد عليه او هيكون اه عمق حردة الرقبة الخلفية من نقطة واحد هنزل لتحت المسافة دي هسميها طول الظهر واسمي النقطة دي رقم خمسة واشد منها خط بالعرض بدون قياس طيب تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض اهي دي المصدرة بتاعت احدد نقطة الصفر بتاعتها وحطها عند رقم واحد على الرسمة بتاعت اهو من الصفر الاسفل زي ما احنا اتفقنا كانت عشرة واربعة من عشر اهي سمتها رقم خمسة تمام وهشد منها خط بالعرض بدون قياس اصبت اهم حاجة اقلام المصدرة زي ما احنا اتفقين طيب سمع حد بيقولي بس انا لسه ما زلت مش بعرف اصبتها هقول لحضرتك مفيش مشكلة احنا هنقيس المسافة دي او هقيس المسافة من واحد لتحت لنقطة خمسة قد ايه وعلى اساسها بقيسها الناحية التانية بس انا بفضل في الجزئية دي بقيس المسافة من نقطة اتنين لنقطة خمسة دي كام ونفس المسافة اخدها الناحية التانية بس ده بيكون مجهود وتضييع للوقت فاحنا بنأكد ان نصبت اقلام المصدرة مع الخطوط اللي احنا رسميها هتسهل علينا على طم طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعد ديها هكون ايه القانون بتاعي بيقول من نقطة خمسة اللي احنا لسه رسميها حالا اللي هي كانت بالنسبة لي خط الوسط بيقولني من خمسة لسبعة ده الطول من الخسر للارداف اه طب الطول من الخسر للارداف ده ليه مسمى تاني احنا عارفينه الخسر طبعا اللي هو الوسط ومنطقة الارداف معروفة طيب المسافة من الوسط لحد الخسر ده كان ليه مسمى كنا بنقول عليه طول الجمع يعني لو لقيت في جدول القياسات المسافة من الخسر للارداف هعرف هي هي طول الجمع خلاص كده طيب طول الجمع في المقاسات اللي احنا اخدناها كانت معانا كام كانت واحد وعشرين ونص واحد وعشرين ونص طيب بمقياس الرسم لما هقسم على الاربعة خمسة واربعة من عشر تاني نبقى دي تاني جزئية هناخد المقاس ازاي ما هو بدون اي اضافات هيجي يقول لي من خمسة لسبعة الطول من الخسر الارداف او طول الجمع اللي اتنين واحد طيب كان موجود عدي في المقاسات كان واحد وعشرين ونص بمقياس الرسم لما هقسم على الاربعة لما نحسبها سوا هتطلع معايا خمسة واربعة من عشر طيب تعالوا نشوف شكل الرسمة بيكون ازاي اهو بيقول لي من نقطة خمسة اللي احنا لسه رسمينها الاسفل وهسميها رقم سبعة واشد خط بالعرض بدون قياس طيب تعالوا نرسم كده مع بعض الخطوة دي هتتعمل ازاي مرضو صفر المصطرة المراضي مش هيكون عند نقطة واحد لا هيكون عنده نقطة كام عنده نقطة خمسة صفر المصطرة هيكون عنده نقطة خمسة ليه لانه ايه اللي من خمسة لسبعة طيب المسافة كانت كام قال لي كانت خمسة واربعة من عشر خمسة واربعة من عشر هطول الخط ده شوية اهو النقطة دي هسميها سبعة تمام وهشد خط بالعرض جهة اليمين برضو بدون قياس انا بزبط المصطرة المراضي العكس عشان اقدر اشد مزبوط انهو تمام كده دي الخطوط العرضية يبقى انا بقى معايا نقطة الصفر نقطة واحد واتنين وخمسة وسبعة خلاص كده قلنا هنبقى لما نيجي نكتب البيانات دي خط ارتكاز حردة الرقبة الخلفية اه ده خط ارتكاز عمق الابت او منطقة الصدر ايا كان الخط ده بيسمى ده او ده خط خمسة ده هيبقى بالنسبة لخط الخسر او الوسط الخط رقم سبعة ده هيبقى خط نهاية الكورساج او خط الارداف تمام طيب تعالوا نكمل مع بعض كده باقي الخطوات هيقول لي من واحد لعشرة من نقطة واحد احنا كده رجعنا تاني لنقطة واحد هقيس من واحد لعشرة دي هكون لأسفل بيقول لي خمسة عمق الابت خمس عمق الابت ناقص سبعة من عشرة وهأكد على حضراتكم لما نيجي نحسب القانون اللي زي ده هجيب خمس لعمق الابت لوحده واقول لي ساوي وبعد كده اطرح منه السبعة من عشرة ليه؟ احيانا عزقنا الطلبة والطالبات لما بيحسبوا القانون كامل على بعضه بيطلق بطو بيطلع الناتج مش مظبوط فهنعمل ايه؟ احنا هنقسمها وهنقسم القانون ده المرحلتين هشوف عمق الابت في المقاسات عندي كام؟ هقسمه على الخمسة واقول لي ساوي وبعد كده اطرح منه السبعة من عشرة كمان لما نيجي نضرب على الالة الحسبة بلاش يعني ناخد بالنا هو هنا بيقول لحضرتك سبعة من عشرة مش سبعة سنطي يعني بعمل العلامة الاول وبعد كده السبعة خلاص احيانا من السربعة وبحس ان الدنيا سهلة معايا وانا حافظ القانون وفاهم فوانا مش واخد بالي بعمل اطرح سبعة على طول بطرح سبعة انت كده طرحت سبعة سنطي لا احنا بنطرح سبعة من عشرة يعني اعمل العلامة العشرية الاول وبعد كده رقم سبعة خلاص طيب تعالوا نشوف التعويض القانون بالارقام بيكون ازاي؟ خمسة عمق الابت انا عندي عمق الابت في المقاسات كان اتنين وعشرين ونص على الخمسة الناتج اللي طلع طرحت منه سبعة من عشرة اداني تلاتة وتمانية من عشرة تلاتة وتمانية من عشرة بمقياس الرسم اللي هاجي اقسم على الاربعة طلع لي واحد سنطي طيب بتترسم ازاي؟ اهو من نقطة واحد لاسفل من واحد لاسفل سمتها رقم عشرة وشدت منها خط بالعرض بدون قياس طيب تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض اهو هحط صفر المصدرة تاني عند رقم واحد بالطريقة دي وهنزل المسافة اللي كانت خمسة عمق الابت نقس السبعة من عشرة بمقياس الرسمة كانت واحد سنطي وسمتها رقم عشرة وهشد منها خط بالعرض بدون قياس واكد ان انا زابط المصدرة اهو تمام كده ايدي الخط اللي احنا عملناه طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعدية هيجي يقول لي من نقطة اتنين لنقطة تلاتة والخطوة دي خطوة مهمة جدا لان احنا في الخطوات اللي فاتت احنا كده خلصنا الخطوط العرضية كلها وخلصنا النقطة الاساسية اللي هي هتحدد لي اخر طول للكرساج احنا اخدنا عمق الرقبة اخدنا عمق القبط اخدنا طول الظهر اللي هو الوسط وبعد كده اخدنا طول الجنب يبقى انا وصلت لطول البطرون دلوقتي احدد عرض البطرون عشان اقفل المستطيل بتاعي وبعد كده ابدأ اشتغل جواه طيب نركز مع بعض كده في القانون ده بيقول لي ايه من اتنين لتلاتة نص محيط الصدر زائد خمسة سنتي القانون بيقول لي نص محيط الصدر زائد خمسة سنتي الخمسة سنتي دول بتوع ايه بتوع الراحة دي اول جزئية طيب ليه نص محيط الصدر طبعا احنا عارفين من سنة اولى واحنا بنرسم بطرونات طبيعة الجسم البشري ان النص اليمين زي النص الشمال صحي كده طيب انا ليه هرسم امام كامل وخلف كامل والبطروني بقى كبير معايا وصعب معايا لأ طب انا هاخد نص الجسم فقط نص الجسم ازاي يعني هاخد جزئية من الامام وجزئية من الخلف يبقى انا كده هاخد نص الجسم بالطول كده يعني معايا قدام ومعايا ورا يبقى انا في الحالة دي لما اخدت نص الامام ده مع نص الخلف ده اللي هو بما يعادل ربع الجسم وربع الجسم الاتنين مع بعض يبقى نص الدوران كله خلاص كده لاننا لما هاجي هنقول دلوقتي هنقول نص محيط الصدر طيب وبعدين هنجيب النص التاني ازاي بنقول ان احنا يا امم بنحط القماش او البترون على قماش متني اتنين وده بيكون غالبا في الانتاج الفردي لما بنيجي ننفس قطعة واحدة او من كل جزئية من اجزاء البترون بحط منها قطعتين اللي هي بتبقى يمين وشمال ده في حالة لو انا فرد القماش طبقة واحدة وغالبا ده ما بيستخدم في مصانع الملابس الجهزة او الانتاج الكمي اللي هو الكبير خلاص كده يبقى احنا الهدف الاساسي ان احنا نفهم ليه اخدنا نص محيط الصدر لانه هو الجزء الاساسي اللي بيعتمد عليه البترون الخاص بالكورساج دي او النقطة النقطة التانية اخدنا النص المحيط لان احنا يميننا زي شمالنا فاخدنا ربع الجسم اللي هو في الامام مع ربع الجسم اللي هو في الخلف اللي اتنين مع بعض الدنيا نص الدوران كله خلاص طيب تعالوا نعوض بالاركام بقى عايتنا محيط الصدر كان في المقسات كام كان مية واثنين سنتي عايز نصه يبقى هقسم على الاتنين واقول يساوي هيطلع لي الناتج وبعد كده ازود عليه الخمسة سنتي خلاص كده يبقى تاني نص محيط الصدر اللي هو المية واثنين على الاتنين لان انا عايز النص فقط الناتج اللي يطلع هقول يساوي وبعد كده ازود عليه الخمسة سنتي هيطلع لي بالحجم الطبيعي ستة وخمسين سنطي. ستة وخمسين سنطي. طب بمقياس الرسمة لما هاجي اقسم على الاربعة هيطلع لي اربعتاشر سنطي. طيب تعالوا نشوف شكل الرسمة هيبقى ازاي? اهو. ادي من نقطة اتنين لنقطة تلاتة هاجي جهة اليمين. همشي جهة اليمين. خلاص? وهسميها نقطة تلاتة. وطبيعي هقفل البطرون بتاعي هطلع وانزل خط مستقيم يقفل حدود البطرون. طيب تعالوا ننفذ الكلام دمع بعض. هحط نقطة الصفر بتاعتي عند رقم اتنين. وهخلي المصطرة بقيتها كلها جهة اليمين. خلاص? هقيس المسافة اللي هي نص محيط الصدر زائد الخمسة سنطي. طلعوا معي بمقياس الرسم اربعتاشر. اهو. هحدد نقطة اربعتاشر وسميها رقم تلاتة. لان هو ايلي من اتنين لتلات. وهاجي بالمصطرة بتاعتي. اقفل حدود البطرون. خط الفوق والتحت. بالطريقة دي. اهو. هيطلع معي شكل البطرون بالطريقة دي. يبقى انا كده اي زيادة في الخطوط عندي تحت امساحها. اي زيادة في الخطوط جهة اليمين امساحها. احيانا اه اعزاءنا الطالبة والطالبات بيطلعبطوا بيروحوا شدين الخطوط. ومن غير ما يحسبوا ده بيروحوا قفلين هنا على طول. لا خد بالك احنا بنمشي بالترتيب. فهو هنا محدد لي عرض البطرون. هو هنا ايلي احسبها. مش ايلي على ما تشد الخط تقفل المستطيل بتاعك. لا. هو هنا حدد لي. قال لي من النقطة دي. للي هتقفل بيها الخط ده نيها قنون. نص محيط الصدر زائد الخمسة سنتي. فلو سمحت نركز. طيب. تعالوا نكمل مع بعض. هو بيأكد معايا حزبة تانية بتأكد عرض البطرون. هل انا في منطقة الارداف. هعوز ازود في عرض البطرون. والله هيفضل معايا منطقة الارداف قد منطقة الصدر. ودي نقطة هنبقى محتاجين نعرفها بعد كده او هنكمل كلامنا فيها بعد كده في جزئية خاصة اسمها حالات الارداف. اسمها حالات الارداف. يعني ايه? زي ما هنعرف بعد كده منطقة الارداف في المرأة بتختلف من جسم الجسم تاني من دولة لدولة تانية. ففيه احيانا بيبقى الجزء السفلي او منطقة الارداف بتبقى اكبر من منطقة الصدر او اقل او الاتنين قد بعض. فاحنا هنا في القانون اللي معانا هو ده القانون اللي هحسب عليه اه منطقة الارداف بتتحسب ازاي او بتقدر اه بيتم تقدرها هل هي قد عرض البطرون ولا لا? القانون بيقول لي هتبقى من نقطة السبعة اه لنقطة تمانية. من نقطة سبعة لنقطة تمانية. القانون بيقول لي نص محيط الارداف زائد اتنين ونص سنتي. اللي اتنين ونص دول سبتين اه اللي اتنين ونص سنتي دول سبتين لاي مقاس. تاني القانون بيقول لي نص محيط الارداف زائد اتنين ونص سنتي. طيب محيط الارداف كان عندنا في المقاسات اللي احنا واخدنا وبنشتغل عليها مية وسبعة سنطي عايز نصها يبقى هقسم على الاتنين واقول يساوي على الالة الحاسبة اقول يساوي الاول وبعد كده ازود عليها الاتنين ونص هيطلع لي ستة وخمسين سنطي الله طب ما احنا كده اخدتوا بالكم ستة وخمسين سنطي دي برضو بمقاسر رسم لما هقسم على الارباة هتطلع اربعتاشر معنا كده ان هي هي نفس المسافة الخاصة بمنطقة الصدر او عرض البطرون اللي احنا اخدناه يبقى حظنا في المقاسات اللي احنا اخدناها او في المرأة اللي احنا اخدنا المقاسات بتاعتها دلوقتي او اللي احنا شغالين بيها البطرون دا دلوقتي منطقة الصدر بتساوي في عرضها منطقة الارضاف فمش احتاج اعمل اي نوع من انواع التعديل على البطرون زي ما احنا هناخدها بعد كده خلاص طيب يبقى احنا برضو هي دي الجزئية اللي احنا بنأكد عليها في رسم البطرون بتاعنا شكلها يكون ازاي اهي الجزئية اللي اسفل من تحت اهي من نقطة سبعة لنقطة تمانية هو بيأكد معي عليها وقال لي نقفل البطرون بتاعنا اللي حددنا بيه عرض البطرون وقال لي الارقام اللي نقصانا هنا فوق اللي هي امتداد خط الصفر هتبقى رقم اربعة اه امتداد خط خمسة هتبقى ستة وامتداد خط سبعة هتبقى تمانية طب تعالوا ننفذ الكلام ده على الرسمة بتاعتنا احنا عشان نبقى فاهمين اكتر اهو هنا امتداد خط الصفر اللي هو اول خط فوق خالص النقطة اللي هنا هسميها رقم اربعة تمام هنا اتنين كان قصادها تلاتة زي ما احنا عارفين اللي حددنا بيها عرض البطرون نقطة خمسة اللي هي منطقة الخسر هيبقى قدامها رقم ستة واخر نقطة اللي هي خاصة بمنطقة الارداف من سبعة هيبقى قصادها تمانية طيب واحنا ما اشغالين دلوقتي في الخطوات بتاعتنا احنا ممكن نكتب في الجزئية دي البيانات زيادة تذكير لنا نقطة اخط واحد ده هيبقى بالنسبة لي خط عمق رقبة الخلف او ارتكاز رقبة الخلف طيب خط عشرة ارتكاز ميل كتف الخلف صحي كده طيب وخط اتنين تلاتة سميه خط الصدر او ممكن اسميه اه ارتكاز مظبوط حردة الابط زي ما احنا قلنا ده ان القانون بتاعها جي من حردة الابط شطار طيب الخط خمسة ستة ده طبعا بسميه خط الخسر او الوسط ايا كان الاتنين نفس المعنى طيب وخط سبعة تمانية ده بسميه خط نهاية الكرساج صحي كده او ممكن اسميه مسمى تاني اللي هو خط الارداف مظبوط جدا زي ما حضراتكم قلته خلاص طيب مبدئيا الجزء الخلفي للبطرون بتاعي هيبقى جهة اليسار والجزء الايمن ده هيكون الامام فانا علشان خاطر منساش اهو بكتب هنا الامام اللي هو طبعا الفرونت بتاعنا وهنا هيكون الخلف اللي هو الباك بتاعنا سمع حد بيقول لي طيب هي مش البيانات دي احنا بنكتبها في الاخر واحنا بنلون تمام مظبوط الكلام ده صح بس احنا علشان خاطر نبقى مركزين واحنا شغالين خلاص كده نبقى مركزين بس واحنا شغالين احنا شغالين في انهي جزئين طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده هنبدأ مع بعض في خطوات الكرساج الخاصة بالخلف كده احنا عملنا الخطوط الاساسية للبطرون سواء كانت الخطوط الطولية او الخطوط العرضية وحددنا كل خط منهم ايه المسمى بتاعه هنبدأ دلوقتي في اول جزئية خاصة بالخلف اللي هي هتحدد لي عرض الخلف قد ايه وهتفصل عنها عرض الامام تعالوا نشوف كده مع بعض اول خطوة اول خطوة بتقولني من نقطة صفر لنقطة تسعة دي طبعا هتكون جهة اليمين خمس ومحيط الرقبة ناقص اثنين من عشر خمس ومحيط الرقبة ناقص اثنين من عشر محيط الرقبة في القياسات كان عندي أربعين واربعة من عشر خمسها هي بها اسمه على الخمسة واقول يساوي على الآلة الحزب واقول يساوي واطرح منها ناخد بالنا اثنين من عشر مش اثنين سنتي يعني ايه يعني حضرتك تعمل العلامة العشرية الاول وبعد كده تدوس على اثنين تاني هاكد على حضراتكم من السربعة ما بناخدش بالنا وبندوس على رقم اثنين على طول فبيطلع النات الغلط وبيطلع اتساع حردة الرقبة الخلفية آآ شكله طبعا مش مصبوط خلاص فاحنا بنأكد تاني بالراحة واحنا شغالين واحنا بنحسب على الآلة الحزبة بتاعتنا هجيب خمس ومحيط آآ الرقبة وهقول يساوي واطرح منه الاتنين من عشر يعني اعمل العلامة العشرية وبعد كده الاتنين الناتج النهائي بالحجم الطبيعي طلع سبعة وتسعة من عشر سبعة سنتي وتسعة شرق جنبيها طيب بمقياس الرسمي لما هقسم على الاربعة بيقول لي هتبقى اتنين سنتي يبقى التسعة حردة الرقبة الخلفية اتنين سنتي طب تعالوا نشوف الكلام ده في الرسمي هيكون عامل ازاي اهو بصوا حضرتكم من نقطة صفر اتجهنا جهة اليمين حددناها خلناها نقطة تسعة وبعد كده عملت حرف ره صغير مع آآ اللي هو على امتداد خط واحد عشان خاطر اقدر اعمل شكل الحردة الخلفية حردة الرقبة الخلفية طب تعالوا ننفذ الكلام ده على الرسمة بتاعتنا الصفر بتاعي بتاع المصدرة عنده نقطة صفر تمام الصفر بتاع المصدرة عنده نقطة صفر اللي هو اول خط فوق خالص طيب آآ المقاس اللي احنا اتحركناه هيبقى اتنين سنتي اهو حطيت نقطة عند اتنين سنتي تمام وهسميها رقم تسعة صح هاعمل حرف ره صغير كده بس اهم حاجة اخلي رقم واحد دي امشي مع الخط المستقيم زي ما هو يعني ايه امشي مع الخط المستقيم وبعد كده اعمل حرف الره ده يعني حضرتك او حضرتك طبعا ما تنزلوش تحت خط رقم واحد ولا تعملو الخط فوقيها ازاي برضو مش فاهمين هاكد عليكو تاني اما نيجي نرسم بالطريقة دي اهو ادي الخط رقم واحد بتاعي خلاص بلاش انزل تحت منه كده وارجع اطلع له تاني الجزئية دي غلط خلاص يعني ما عملش حرف الره كده وانزل تحت منه غلط ليه لان كده حضرتك لما هنيجي نعمل على قماش ماتني ونطلع كده الناحية التانية بصوا هيبه الشكل عامل ازاي كأنها في سطون هو في حردة رقبة خلفية بالمنظر ده طبعا ما فيش طيب دي حاجة الحاجة التانية لو الخط اهو خط رقم واحد ماشي وانا عملت كده وفوق ايه وروح تنزل كده نزل زاوية كده على طون طب هنيجي نعمل على ماتني ما هتطلع لي برضو زاوية الناحية التانية ودي برضو في نفس الحكاية غلط لان حردة الرقبة الخلفية اللي بتبقى اساسية في موديل حضرتك ما بتبقاش مدية السبعة دي خلاص يبقى دي كمان غلط طيب اما ليه الصح بقول لحضرتك على الخط المستقيم بتاع واحد ده هنمشي شوية وبعد كده ارتفع بحرف الره ليه اما هيجي الناحية التانية لما هيبقى على قماش ماتني هيطلع على امتداد وخطه مستقيم كده وهيبقى بالطريقة دي وهو ده الشكل الصح لحردة الرقبة خلاص سواء كانت بقى في الامامية او في الخلفية بدايتي دايما لازم تبقى خطه مستقيم خلاص لو ده الخط الفاصل يبقى بدايتي دايما هنا لازم تبقى خط مستقيم خلاص نرجع نكمل بقى خطوات البطرون بتاعنا هيجي يقول لي لحضرتك من نقطة التسعة اللي احنا لسه رسمنا حالا اللي احنا عملنا بيها التساع حردة الرقبة الخلفية ماشي بيقول لي من تسعة لحداشر ده هيبقى خط ميل القانون بتاعي بيقول لي طول الكتف زائد واحد سنتي طول الكتف زائد واحد سنتي الواحد سنتي ده بتاع ايه سمع حد بيقول لي راحة لا المرة دي مش راحة او مش بنسميها راحة هي بتبقى خاصة ببنسة كتف الخلف ايه ده معقول حد فيه في الخلف عنده بنسة البنسة دي وظيفتها ان احنا حسب الجسم البشري طبعا بيبقى فيه عضمة اللوح اللي موجودة ورفق في الظهر كده على الجنبين بتبقى فيه عضمة برزة العضمة البرزة دي بنسميها عضمة اللوح تمام فهي دي البنسة الصغيرة دي هي اللي بتدي الميل او الراحة للقماش لما نيجي نقص ونخيط بتدي الميل فبيدي الارتفاع البسيط البنسة دي بيكون حجمها صغير زي ما احنا شفنا ان هي واحد سنتي فقط لغير هي مش بتأثر او مش بتدي بروز هي وظيفة البنسات في البطرونات ان هي بتدي بروز او ارتفاعات الجسم في الاماكن المختلفة طيب هل هنا الارتفاع اللي في منطقة الظهر ده ارتفاع كبير طبعا لا فعشان كده حجمها صغير واحد سنتي وبرده زي ما هنعرف بعد كده اما هيجي طولها هيكون طولها خمسة سنتي فقط لغير فهي برضو طولها قصير لان عظمة اللوح قريبة للكتف الى حد ما بنسبة كبيرة خلاص احنا دلوقتي الخطوة اللي احنا هنعملها بيقول لحضرتك محتاجين نقيس من نقطة 9 خط ماي بيميل بس يوصل لحد امتداد خط عشرة اللي احنا سميناه خط ارتكاز ميل الكتف يعني ايه الكلام ده يعني انا وليكن عندي ده خط عشرة خلاص هاجي ميل الكتف يميل لحد عنده ويقف خلاص لان هو ده اللي قاعد عليه اللي بيرتكز عليه خلاص لاينفع ينزل تحت منه ولاينفع يبقى فوق منه خلاص يعني الخط الميل ده ماينفعش يبقى فوق لا هو يجي يرتكز عليه بقول له حدودك لحد هنا ميل الكتف حدودك لحد هنا ما تميلش اكتر من كده طيب الخط الميل ده طول الكتف زائد الواحد سنتي وعرفنا ان هي الواحد سنتي ده بيبقى بالنسبة لنا بنسة كتف الخلف طيب المقاس بتاع كتف الخلف في القياسات اللي احنا واخدنا كان كام كان تلاتاشر وملي زود عليه الواحد سنتي بتاع البنسة باربعتاشر وملي ده بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسمة لما هاجي اقسم على الاربعة هيطلع لي كام هيطلع لي تلاتة ونص سنتي تقريبا تلاتة ونص سنتي طيب تعالوا نشوف شكلها في الرسمة هيبقى ازاي اهو زي ما هو معانا اهو من نقطة تسعة هميل على امتداد خط عشرة اللي هيبقى من تسعة لحداشر المسافة اللي انا ملتهى دي هي دي اللي طولها طول الكتف زائد الواحد سنتي طيب تعالوا ننفذ الكلام ده على الرسمة بتاعتنا عشان نفهم اكتر بيت عمل ازاي اهو هحط صفر المسطرة عند نقطة تسعة صفر المسطرة عند نقطة تسعة وميل شايفين المسطرة طالعة نازلة ادي ده خط عشرة اخلي طول الكتف زائد الواحد سنتي بعد ما قسمناها على الاربعة كان تلاتة ونص اخلي ميل لحد ما نقطة او مسافة تلاتة ونص بتاعت المسطرة دي تلامس خط عشرة طيب اهاجي حد من زميلنا الطلبة والطالبات جي قال لي والله ان عملت المسطرة كده جات عند تلاتة بس لما هعمل تلاتة ونص يبقى تحت منه ما احنا قلنا يا باش مهندس مش احنا قلنا نرفع المسطرة او ننزلها على حسب لحد ما تيجي عند تلاتة ونص حد تاني قال لي لا طب انا جات معايا لما جي تميل جات معايا عند خمسة نزل المسطرة نزل المسطرة لحد ما تيجي معاك عند تلاتة ونص خلاص كده شديت الخط ده كده بنسبالي طول الكتف وسميتها رقم حداشر خلاص كده طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعديها بيقول لي ايه الخط اللي حضرتك لسه عامله ده اللي اه تسعة احداشر بيقول لي ان نقطة اتناشر بتنصف المسافة من تسعة لأحداشر يعني نقطة اتناشر دي هتنصف لي طول الكتف طيب طول الكتف بعد ما زودنا له طبعا الواحد سنتي كان اربعتاشر وملي ده بالمقاسة الطبيعي هنصفه يعني هقسمه على الاتنين اربعتاشر وملي على الاتنين اديتني سبعة وخمسة من مية خلاص كده طيب بمقياس الرسم لما هقسم على الاربعة اديتني واحد وتمانية من عشر يبقى انا هحط نقطة اتناشر على طول الكتفة عند مسافة كام واحد وتمانية من عشر طيب اهي حطتها نصفت بيها وسميتها رقم اتناشر طيب الخطوة اللي بعديها بيقول من نقطة اتناشر اللي حضرتك حطتها دي انزل خط عمودي الاسفل يبقى ننزل عمودي الاسفل طوله كام طوله خمسة سنطي خمسة سنطي ده ثابت في جميع المقسات او ثابت معي في جميع المقسات خلاص فيه قوانين كده او فيه ارقام بتبقى ثابتة زي ما هي بتتقال لحضرتك زي ما هي انت كمان في اي مقاس ايا كان هيجي لك المقاس كام حطها زي ما هي يعني قال لك نصفها يبقى تنصف قال لك طولها خمسة سنطي يبقى طولها خمسة سنطي عرضها واحد سنطي يبقى عرضها واحد سنطي في جميع المقسات خلاص كل اللي حضرتك بتعمله انك بتحول الرقم الاساسي ده او الرقم الطبيعي ده لمقياس الرسم بتاعك ايا كان بقى في الامتحان قال لك مقياس الرسم واحد لاربعة قال لك مقياس الرسم واحد لتلاتة احنا طبعا الناس شطاروا بقالنا لتالت سنة بنرسم في البطرونات ففاهمين نقدر نحسب آآ بمقياس الرسم ازاي خلاص كده فانا دلوقتي هننزل طولها خمسة سنطي طب الخمسة سنطي دول بمقياس الرسم كام قال لي واحد وربع سنطي يعني واحد خمسة وعشرين مية يعني تقريبا بالمسطرة بتاعتنا لما نيجي نرسمها واحد وثلاث شرط خلاص يبقى طول البنسة كام واحد وثلاث شرط طب تعالوا نشوف شكلها كده ازاي اهو زي ما هو موجود معانا هننزل خط عمودي لو تاخدوا بالك هو خط منقط مش خط مستقيم على طول طب ليه خط منقط هقول لحضرتك لان ده خط وهمي مش هيكون الاساسي بتاعنا بتاع البنسة الخط الوهمي اللي هو مش بيكون اساسي معايا في البطرون دايما ما بنعمله خط منقط خلاص كده يعني ده كأنه خط استرشادي هيساعدني ان انا اعمل نقطة تانية ايه هي النقطة التانية تعالوا نشوف مع بعض كده قال لي النقطة اللي انت نزلتها المسافة الخمسة سنتي دول سميها لي رقم تلتاشر حل طيب نقطة تلتاشر دي اتحرك منها جهة اليسار واحد سنتي بالمقاس الطبيعي اتحرك جهة اليسار واحد سنتي جهة آآ واحد سنتي جهة اليسار بالمقاس الطبيعي طبعا الواحد سنتي بمقاس الرسم بتاعنا لما بنقسم على الاربعة وخمسة وعشرين من مية اللي هو تقريبا تلاتة ميلي اللي هي تلات شرط على المصدرة بتاعتنا طيب شكلها ازاي اهي بصوا كده الصورة اللي على اليمين الصورة اللي على اليمين نقطة اتناشر دي اللي نصفنا بها الكتف هننزل بها خط عموديل تحت طوله خمسة سنتي بالمقاس الطبيعي حضرتك حولها المقاس الرسم النقطة اللي احنا نزلناها دي اتحرك منها نقطة جهة اليسار مقدار واحد سنتي طب وبعدين تعالى كده في الصورة اللي على الشمال انت كدت قيلي قبل كده لو تفتكر ان طول الكتف كان زائد واحد سنتي وقلنا ان الواحد سنتي ده هو ده البنسة معنى كده ان البنسة يمين وشمال نقطة اتناشر هحط نصها يمين ونصها شمال طب الواحد سنتي يبقى نص سنتي يمين ونص سنتي شمال بمقياس الرسم ما تنساش انك بتحول لمقياس الرسم يعني تقريبا اتنين ملي يمين واتنين ملي شمال النقطتين دول هوصلهم بنقطة تلاتاشر عملتلي السبعة الميلة زي ما هي قدام حضرك وكده هي دي بنسة الكتف تمام كده طيب سمع حد بيقول لي طب انا اتلغبط وما فهمتش حاجة والخطوات كانت كتيرة ورا بعضها تعالوا ننفذ مع بعض خطوة خطوة ونشوف هنعملها ازاي تمام نبدأ كده مع بعض اول حاجة كان قيل لي طول الكتف زائد واحد سنتي نصفها لي في نقطة اتناشر اهو هقيس طول الكتف اهو من الرسمة بتاعتي طول الكتف اهو معايا كان تلاتة ونص هنصفها نشتغل كده مع بعض اهو اي دي طول الكتف اللي هو من تسعة لاحداشر هنصفها اهو التنصيف ده او النقطة اللي انا نصفت فيها من هنا لهنا دي سمتها رقم اتناشر تمام النقطة دي طيب النقطة اللي انا نصفت بيها الكتف دي هنزل بيها خط عمودي لتحت اهو احيانا بقى عايزة حضراتكم تركزوا معايا هو خط عمودي يعني لازم يكون موازي للخط الطولي بتاع البترون احيانا حضراتكم انتو مش واخدين بالكو بتعملوها كده يعني بتعملوها عمودية على خط ميل الكتف نفسه فبتطلع ميلة اوي لا الكلام ده غلط خلاص احنا بيبقى خط عمودي الاسفل يعني العمود بيكون موازي للخط الاساسي بتاع البترون اهو قلنا طوله خمسة سنتي بمقياس الرسم طبعا هننزله هم مع بعض احط النقطة اهو اهي هي دي المسافة اللي انا نزلتها خط عمودي من نقطة شايفين الخط العمودي نازل ازاي مش نازل ميل هو نازل عمودي على البترون نفسه مش عمودي على ميل الكتف خلاص قال لي من النقطة دي اتحرك جهة اليسار اتحرك جهة اليسار واحد سنتي بالمقاس الطبيعي طبعا اتفقنا بنقاس الرسم يعني تلاتة ميل اللي هي تلات شرط على المصدرة بتاعتنا اهو هتحرك جهات اليسار تلات شرط حطيت نقطة وصدها بالزبطة هو نقطة دي سميتها تلاتاشر طيب وبعدين هرجع تاني نقطة اتناشر فوق اللي انا نصفت فيها قال لي البنسة كانت واحد سنتي عايز نصها يمين ونصها شمال يعني نصف سنتي يمين ونصف سنتي شمال طب لما حاول النصف سنتي ده بمقياس الرسم يعني اتنين ملي يمين واثنين ملي شمال اهو اتنين ملي يمين واثنين ملي شمال اللي اتنين ملي يمين والاتنين ملي شمال دول هما دول اللي هوصلهم بنقطة تلاتاشر وهي دي اللي هعمل بيها بنسة كتف الخلف اهي بصوا كده حضراتكم معايا واحنا بنوصلها اهو اهي وهي باقت بنسة كتف الخلف بالمنظر ده معايا خلاص ودي كانت اخر خطوة معايا الاسف هنوصلها في حلقتنا النهاردة اصدقاء انا في الكنترول رغم بيقولوا ان وقت حلقتنا خلص اه ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا بحلقتنا النهاردة اه اتمنى ان انتوا تجربوا ترسموا بمقياس رسمي تاني مثلا من واحد تلاتة يعني كل القياسات اللي بنطلعها نقسمها على التلاتة او نجرب نرسم بمقاس مختلف خالص سواء كان ليا او لاختي او لجارتي او ايا كان نشوف هنقدر نرسم ونمشي بالخطوات ولا لأ وتابعونا دايما ان شاء الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته